السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب صف السابع اليوم رح أشرح درس جديد بمادة الجغرافية عنوانه الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية هاي طبعا كل ياتها ظواهر جوية ومناخية الإنسان ما إلو علاقة فيها طبعا هاي الظواهر الجوية بتصير بين فترة وأخرى وبنتج عنها خسائر بشرية ومادية وبيئية رح نتعرف على أول ظاهرة من الظواهر الجوية اللي هي الأعاصير الأعاصير هي عبارة عن عواصف أي حركات هوائية حلزونية تنشأ في العادة فوق البحار والمحيطات الاستوائية وتتجه نحو اليابسة مسببة ضمار لكل ما يعترض طريقها يعني هاي الأعاصير هي عبارة عن حركات هوائية حلزونية زي مهم بيني عنا بالصورة الفضائية لإعصار كاترينا في الولايات المتحدة عام 2005 هاي الأعاصير بالعادة بتصير فوق البحار والمحيطات بالبداية هاي خريطة العالم بتبينيننا مراكز انطلاق أعاصير اللي هي عندنا عدة أنواع للأعاصير أول إعصار اللي هو إعصار التايفون اللي هو قريب للمحيط الهادي الإعصار الثاني اللي هو إعصار السايكلون قريب للمحيط الهندي وقريب من أستراليا والإعصار الثالث اللي هو إعصار الهاركين إعصار الهاركين قريب للمحيط الأطلسي وزي ما حكينا هي عبارة عن حركات حلزونية تنشأ فوق البحار والمحيطات يعني فوق أي مسطح مائي بحر محيط زي ما إحنا شايفين محيط الهادي المحيط الهندي والمحيط الأطلسي بتكون عشكل حركة حلزونية بتصير فوق البحار والمحيطات وبتأدي إلى حدوث ضمار لأنها فيما بعد رح تنتقل نحو اليابسة طيب هلأ نعرف كيف بتنشأ كيفية تشكل هذه الأعصار كيفية تشكل الأعصار زي ما حكينا بالبداية إنه الأعصار بتصير فوق البحار والمحيطات مياه البحار والمحيطات إلها درجة حرارة زي ما الأرض إلها درجة حرارة كمان المياه في البحار والمحيطات إلها درجة حرارة الماء اللي في المحيط رح يسخن بترتفع درجة حرارته ما بين 27-30 درجة مئوية إذن الماء في المحيط يسخن تصل درجة حرارته بين 27-30 درجة مئوية بعدين بتسخن طبقة الهواء الملامسة له بخف الضغط الهواء بتمدد وبرتفع الى اعلى هوا ساخن مع هوا بارد برتفع بقل كفافته بالبداية برتفع الى اعلى بتمدد وبيكون عنا منطقة ضغط جوي منخفض هلا منطقة ضغط جوي منخفض ومنطقة ضغط جوي مرتفع بتنجذب اليها الرياح منخفض مع مرتفع بتنجذب اليها الرياح بصير عنا ايش الرياح بتهب من كل جهة ليه؟ لانه زي ما حكيت الهوى او الرياح رح ييجي من منطقة الضغط الجوي المنخفض ومنطقة الضغط الجوي المرتفع تنجذب الرياح بصير الرياح تهب من كل اتجاه وبيصير عنا ايش اعصار طيب هون عند الفقرة التانية في الدرس بحكي لنا انه الاعصار بتحرك في خطوط مستقيمة او منحنية فيسبب دمارا هائلا على اليابسة ليه هون نقدر نحط سؤال علل ليش انه الاعصار بتحرك في خطوط مستقيمة او منحنية اول اشي بسبب سرعة الرياح الشديد المصحوبة بالامطار الغزيرة بتأدي الى فيضنات وسيول اذا ما بيكون بس عنا رياح بكل رياح وامطار غزيرة وهاي الامطار بتأدي الى حدوث فيضنات وسيول كمان الاعصار بتسبب في ارتفاع امواج البحر عندنا بيصير مواج البحر عالي والمناطق اللي بتكون قريبة من الساحل اي المناطق الساحلية بتأدي الى غرقها يعني بتغرق المناطق الساحلية بتكون قريبة من الساحل بسبب ارتفاع امواج البحر هيك خلصنا اول اشي نروح على الظاهرة التانية من الظواهر الجوية اللي هي الفيضانات بنسمع كتير بدول بالعالم تتعرض للفيضانات لما احكي فيضان يعني زيادة المياه عن منسوبها الطبيعي خصوصا في الدول اللي تتوافر فيها كميات كبيرة من التساقط يعني الدول اللي عندها تساقط كثيف وغزير للامطار بزيد من منسوب المياه الطبيعي فايش بيؤدي الى حدوث فيضانات فبيصير عنا غمر للمناطق الساحلية القريبة من الفيضانات هون عنا خريطة العالم بتبينينا توزع مناطق انتشار الفيضان زي ما هم بيين عنا هون في عنا مناطق بالعالم بيكون فيها فيضانات قليلة زي جنوب امريكا الجنوبية والارزاء الجنوبية من امريكا الشمالية والارزاء الشرقية من جنوب شرق اسيا وكمان عنا مناطق فيضانات متوسطة زي ما حكينا اللي هي شمال قارة اوروبا والارزاء الوسطى من اسيا اذا الفيضانات مش طبعا بكل دول العالم ولا بكل القارات حسب تساقط الامطار طيب هنا في عنا اسباب لحدوث الفيضان اسباب حدوث الفيضانات اول سبب زيادة مخزون السدود عن قدرتها الاستيعابية اثنين ذوبان الثلوج في المرتفعات والمناطق الجبلية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ثلاثة تأثير امواجة سنامي على المناطق القريبة من السواحل اللي هي امواجة سنامي بتصير في قاع المحيطات بالمحيط الهادي قريبة من اليابان بتأدي الى حدوث فيضانات بسبب ارتفاع امواج البحر طيب حكينا شو معنى الفيضان واسباب حدوث وهسا نتعرف نتائج الفيضانات اول نتيجة تلف المزارع والمحاصيل الزراعية هدم المنازل وتشريد الالاف من السكان كمان انتشار الاوبئة والامراض في المناطق المنكوبة هاي عنا هون بعض الصور بتبينيننا نتائج الفيضانات على الانسان اللي رح تكون عنا خسائر مادية وخسائر بشرية كيف انا ممكن اوقي نفسي واوقي غيري من الفيضانات اول اشي متابعة النشرات الاخبارية للجهات الرسمية اتابع متى رح يحدث الفيضان كيف ممكن انا اوقي نفسي من خلال متابعة نشرات الاخبار نشرات الجوية والجهات المعنية كالدفاع المدني تنظيف وسائل تصريف المياه من اجل تسهيل عملية تصريف المياه عمل حواجز في الاماكن التي يمكن ان تتأثر بالسيول زي استخدام اكياس الرمل عشان ما يصير عنا فيضانات عدم ربط مياه اسطح المنازل بشبكة الصرف الصحي وكمان اثناء الفيضانات لازم نقوم باقفال مفاتيح الكهرباء والتجنب السير في المياه التي يزيد ارتفاع عن خمستاشر سانتي لانه هاي طبعا بتأثر بتأثر على الحركة اليومية للانسان وكمان التزم البقاء بالبيت لانه هاي الامور كليتها راح تأثر على صحة الانسان وعلى وضع الحياة اليومية كمان بعد انتهاء السيول اتفقد الجيران واتجنب المشي بالقرب من اسلاك الكهرباء وكمان اتجنب استخدام المياه للشرب لانه هذا الاشي ممكن يؤدي الى حدوث تلوث بالمياه اذا هاي طرق الوقاية للفيضانات الظاهرة الاخيرة في الدرس الانهيارات الارضية لما احكي انهيارات الارضية في عنا مناطق بتتعرض للانهيارات الارضية شو المقصود بالانهيارات الارضية تضفق الحطام الحطام يعني الفتات والصخور والاتربة والحجارة من المناطق العالية المنحدرة الى المناطق المنخفضة اذا بيصير انه تفتت تساقط للحطام لهو الفتات للصخور الاتربة من المناطق عالية مثل الجبال الى المناطق المنخفضة طيب كيف بتصير هاي الانهيارات بتصير ممكن لحدوث هو طول الأمطار غزيرة في المناطق الرطبة المناطق الرطبة بيكون يعني المناطق التربة بتكون فيها غير متماسكة لما بتتساقط الأمطار الغزيرة بتأدي إلى تفتتها المناطق الجافة خاصة بعد سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء وأيضا الزلازل الزلازل إنها بتأدي إلى حركة الأرض حركة الأرض وحدوث شقوق فيها لما تتحرك القشة الأرضية للأرض بتأدي إلى تساقط الصخور والفتاة الصخري والحجارة والأتربة وكمان بعض الأنشطة البشرية اللي بيقوم فيها الإنسان بتأدي إلى حدوث إنهيارات أرضية وهي صورة بتبينيننا لأحد الإنهيارات الأرضية طيب كيف أنا ممكن أمنع الإنهيارات الأرضية من خلال في عنا نقطتين الاحتمام بتصريف المياه في المناطق المنحدة والقريبة من المناطق السكنية واحد اتنين وضع الكتل الصخرية في قاعدة المنحدرات الشديدة لما أنا بحط كتل صخرية تحميني من الإنهيارات وكمان من خلال احتمام بتصريف المياه في المناطق المنحدرة هاي بتأدي إلى الوقاية من حدوث الإنهيارات الأرضية هيك بكون أنهيات الدرس ويعطيكم ألف عافية